لسخيرت شددت على ضرورة أن تسود النية الصادقة والجماعية والكاملة لحل الخلافات السيد الصدر اتجه للمعارضة الوطنية في تكتيك جديد يصفه البعض بأنه يحمل نوايا صادقة تقويمية للعملية السياسية كيف تعلق؟ لا راح أكون هادئ مثل ما أنتوا تطلبون وراح حاول أزرع الأمل بالإن شاء الله المستقبل ظاهر للإراق سويت سودا مصر ما سيسر من يا أمل لا 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 العفو لا لا أنا لا ما كنت صادق حقيقة بكلامي ما كنت صادق أنا كنت تتكلم على غير الدولة ومع العراق لا لا رغم إدراكنا حقيقية لأنك مواطن عراقي إدراكي الحقيقي بأنها فعلا هذه حالة العراق حقيقة لكن على أقل لازم تقشمر على النفس ونقول أكو أمل إن شاء الله لا إن شاء الله مو تقشمر وإنما تكون حقيقة فعلا أكو أمل إن شاء الله أكو أمل إن شاء الله في ظل السياسيين الموجودين وراحوا يتنازلوا لك عن مصالحهم أخي على كل خلي نجاوب على السؤال هذا أفضل ما أتوقع بأنه تحالف السيادة والديمقراطي سيتركون السيد الصدر في هذا الموضوع هو الرجل أعطى مجال إليهم بأنه قالوا إذا رأوا بأنه يذهبون مع الإطار لتشكيل الحكومة فلا بأس خلي يعني أوكي لكن هذا بالعلن أما بالخفاء فمستحيل ديمقراطي حتى عرضوا علي زيدون موازنة ما للقليم ورفض أنه يترك السيد الصدر نهائيا ولا تحالف السيادة راح يعني أتوقع بأنه تحالفهم قوي جدا بعد الثلاثين يوم أنتوا دائما تأخذون الشكل المان التغريدة لكن احتي لي بالمضمون في أسفل التغريدة قال سيكون لنا قولا آخر أو رأيا آخر يعني إذا ثلاثين يوم ما شكلت الحكومة عدنا غير تصرف عاد ما عرف في وقته شنو اللي رح يصرف السيد مقتر الصدر ما عرف لكن ذكر هذا الموضوع انتبهوا علي زيد ربما سرايا السلام بتصريحة ترجمة نوعا ما جاهزونا فانتظرونا والله ما عرف يعني هما قالوا إحنا نحمي وجودنا لحماية المواطن وحماية البلد على كل يعني إحنا أنا قلت لك قلت لكم منطاهم ثلاثين يوم وما أتوقع أنه هذه الباعة ثلاثين يوم هذه رح يتغير شيء نهائيا في هذا الموضوع لكن احنا نأمل بأنه يصير فتح الحلة الخاطر هالي المساكين هالي الشعب هذا اللي اليومية تنزل علينا غبرة ومن رب العالمين هاي هم مرة هنقول لي أنه قطع والأشجار وهاي اللي وحده كاتبت لي والله هاي الأزمة عالمية لك يا أزمة عالمية لك هو بقيته أنت بقيته دوره بقيته هاي جزيرة بغداد روح شوفه مناطق الأخرى ما بقوا شجرة ايش لون شون ما يطب علينا التراب نسيح حزام بغداد الأخضر مان التاج وغيره إذا تتذكره من الثمانينات والتسعينات يشتغلون به بقى حزام أخضر فلذلك لو ينتبهون على هاي العالم اللي اختلقت بالأتربة ويحلون مشاكل العراق بسرعة أفضل من هذا الموضوع اسمحونا يعني بأنه نبدي رأينا ونقولكم خلي أي طرف يمنح الطرف الآخر 360 يوم ونتوكل بله لكن هي هاي مو هاي المشكلة منه اللي راح يوصل للميتين وعشرين صوت من أجل انتخاب رئيس جمهورية